أو هي لصالح المدنيين بفلسطين تيكون عندهم نفس أصير على الأقل ليلملموا جراحهم ودمهم وأبناءهم وضحياهم حول هالمواضيع رح يكون حوارنا مع ضيفنا العميد المتقاعد مونير شحادي أهلا وسهلا فيك عميد أهلا فيك شكراً رحضورك معنا عميد رح بلش أول شيء من الحديث صارنا من بارحة بعد الظهور يعني المواضح أنه صار فيه طرح جدي لهدنة لكن كيف المخرج أمتين التوقيت كل هيدا الموضوع ما تروح للساعات المقبلة من المستفيد من هذه الهدنة وهل هدنة هي فينا نقول نفس للفلسطيني يعني عم شوف معنويات الشعب الفلسطيني أطفال فلسطين الفيديوهات اللي عم تجي من فلسطين تحدي الموجود عند نساء فلسطين بيعطوهم معنويات للعالم كله مش بس للعالم العربي بوجور وتحقيلة كل المستمعين سؤالك من المستفيد من الهدنة الإنسان الإنسان هو المستفيد لأنه اللي شفناه خلال هالثلاثين أكثر من ثلاثين يوم صارنا من الدمار اللي عم ترتكبوا الإسرائيل بحق غزة دمار بنا تحتية ومجازر عم ترتكبها صاروا لحد هلأ عشتالف خمسمائة شهيد فالإنسان هو المستفيد لأنه كل العالم ضاجج وعم نشوف مظاهرات بكل دول العالم رافضة هالحرب هاي دي وشايفتها أنه حرب ظلمة شايفتها أنه في إجرام ففي ضغوطات على كل من له تأثير في الحرب في غزة مثل أمريكا مثل الغرب مثل الدول العربية وإسرائيل ضمنا أنه كفى هذا الشعب اللي موجود بغزة لازم له مساعدات والقافلات المساعدات واقفة على معبر رفح وما عم تقدر تفوت إلى تمن هاي دي حسب ما عم نشوف كأنه إلى تمن هاي دي الهدنة وهي أنه تحرير بعض الأسرة لأسرتهم المقاومة الفلسطينية والذين يحملون كذا جنسية مش بس الجنسية الإسرائيلية جنسيات الأجنبية يعني كمان موعود مثلا الروسي ممكن عدد من الروس عدد من الفرنسيين يعني إلى تمن هاي دي فمن هو الربحان الربحان هو الإنسان بكل الأحوال بكل أحوال إذا في تحرير الأسرة كمان أنه يعني اسمه الإنسان إذا في أمرياء مثلا نفترض مدنيين إذا في يعتبروا أبرياء فكمان هاي دي يعتبر هي لمصلحة الإنسان هلأ بكل الأحوال بكل الأحوال كل يوم يمر على الحرب في غزة إسرائيل اللي عم تخسر والمقاومة هي اللي عم ترمح لأنه في عنا نحنا جيش يعتبر بيعتبر حاله جيش لا يقهر عم بحارب مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين اللي صار لهم أكتر من 15 سنة محاصرين حتى مقطوع الهوى عنهم لك شو عملوا فيهم للإسرائيلية فمعنويات الجيش الإسرائيلي صارت بالأرض العقيدة الإسرائيلية صارت بالأرض فكل يوم الزيادة بالحرب هو خسارة لجيش الإسرائيلي وربح للمقاومة سمود يعني عطيتنا عنوان هلأ عميد شحارده خليني أدخل مباشرة على العنوان هل هو 7 أكتوبر هو السبب هذه المعنويات والاخسارة أو تراكمات يعني أي جيش حضرتك عميد بالجيش بالأمس قصرت خارج المؤسسة العسكرية واليوم أم تطلع مقابلات أكيد خبرتك بالتعاطي المباشر بمعنى المعنويات المعنويات هل هي كانت متراكمة من انقسام سياسي سابق بإسرائيل وبالتالي راح إلى سبعة تشرين وسبعة تشرين أدى إلى ما أدى إليه ورغم رغم الانحياز المطلق العالمي والدولي لإسرائيل رغم الدعم والمساند بالنوعية الأسلحة وبالاستخبارات الدولية رغم رغم عم نحكي عن معنويات للجيش بالأرض هوا بيكفوا لحالهم أنه يعملوا حرب نعم مهما كان في خلافات سياسية بإسرائيل ما بين الفرقاء السياسيين في إسرائيل هذا لن ما لازم يأثر على معنويات على عقيدة الجيش أي جيش بالعالم أي دولة بالعالم عندها جيش في خلافات ما بين السياسيين بين بعضهم هذا لن يؤثر على العقيدة العقيدة معروفة عند أي جيش بالعالم أنه العدو هو فلان العدو هو فلان والصديق هو فلان معروفة من زمان أنه العدو للجيش الإسرائيلي هو الفلسطيني. والعرب واللبنانية. خلينا بالفلسطين. خلينا بالفلسطين. ما بدي احكي عنها. عم نحكي نحنا ما هي غزة اللي هلكتون. غزة اللي. تاريخيا. فمهما كان يعني ما بدي انا يعني حسب سؤالك عمت وكأنه عم تقلي لانه لو ما يكون في خلافات سياسية بقلب اسرائيل معي تما كانوا ربحوا المقاومة. لا كانوا ربحوا على اكيد. الجيش الاسرائيلي عقيدته كانت موجودة بخلاف سياسي ولا بلا خلاف سياسي. ولكن ولكن اه التحضير الجيد للعملية السرية التامة اللي تمت فيها العملية. اه الانفاق اللي عملتها اه عملتها المقاومة الفلسطينية تحت الارض هي ما ادى الى هذا النجاح الباهر بها العملية واللي ادت الى كسر معنويات الجيش الاسرائيلي بشكل ملفت. بدليل انه ست ساعات من بداية الهجوم تبع المقاومة ما في ردة فعل اسرائيلية ولا شيء ابدا. ما في معلومات. ما في شيء ابدا. يعني يعني الاعلام الاسرائيلي كان قدام اه حقيقة. وبعدين في مشاهد مزلة لجيش الاسرائيلي وخاصة الظابط اللي مطلعينه من منطقته بتياب النوم يعني بعده بتياب الداخلية ساحبينه واخدينه. اه انتشار القتلى العسكرين الاسرائيليين في كل مكان. اه فالمظاهر المناظر تبع المقاومة الفلسطينية كيف فاتت على الدبابات كيف فاتت على البركز اللي جوه هادي كلها مزلة. وارباك كمان ارباك لدى الاسرائيلي سيري عقوس ع حاله. اه بعدين منحكي بالارباك بس اهم شي اهم شي انه اه فرجونا انه هذا الجدار اللي عملته اسرائيل اه بمنحية غزة. اه بغلاف غزة. اللي كلف مليارات الدولارات. اه سقط بدقائق صباحا. وطريقة العملية اللي نفذت. ما اللي احنا نرجع لانسرنا حكين كتير فيها. بس هذا كله ادى الى كسر معنويات وعقيدة الجيش الاسرائيلي ولن ترمم. هون المشكلة. المشكلة هاي العقيدة لن ترمم. والمعنويات لن ترمم. مهما اجت اساطيل. ومهما اجت من بارجات. ومهما دعمها. اسلحة نوعية. ولا يمكن. حجم الدمار. حجم الاجرام. تعرفي المشكلة? المشكلة انه الشعب الاسرائيلي بطل مؤمن بجيشه. بدليل. عم نشوف نحنا كتير مقابلات لمستعمرين اسرائيليين هربوا من شمال اسرائيليين. من فلسطين المحتلة. يعني المستعمرات اللي لحدود لبنان. ما فرغ فضيت هاي دي. في عندك شي ميتان الف مستعمر صاروا بتال ابيب هربوا. هاودي عمليم عم بيعمل معهم مقابلات. انا لن اعود الى بيتي الا ما تأكدولي انه قضيته على حزب الله. لانه لا. لانه هو بيعتبر انه ازا غزة عملت فينا هاك. حزب الله شو بيعمل فينا لك انا. فازا هون هون هادا بيدل. انه العقيدة الاسرائيلي ومعنويات الجيش الاسرائيلي صرف بالحضير لانه شعبه ما بقى مقام فيه. ما خص العالم ما خص ازا كسرت على المقاومة فلسطينية ولا المقاومة في لبنان. هو بشعبه بحد ذاته اللي كان متكل انه عنده جيش لا يقهر وجيش لا يحاسب. مش بس لا يقهر ولا يحاسب كمان. يعني بيرتكب مجازر من زمان وجهة والمرض حاسب. فهني كانوا مفكرين انه عندهم جيش بيحميهم. لا انه ما بيحميهم ابدا. عميد خليني روح على نقاط الربح والخسارة كونك قالت انه كل يوم عم بيقطع على العدوان على غزة هو ربح للمقاومة خسارة للجيش الاسرائيلي. خسارة لاسرائيل. بالمعنى اذا جهنا لسبعة اكتوبر كانت المقاومة داخل غلاف غزة. اليوم خارج غلاف غزة. كانت اسرائيل خارج حدود غزة. اليوم متوغلة بغزة. وقتا يسمعنا حدا انا عم بيقول انه فيها مبالغة الشغلة والنقاط ربح ونقاط اه خسارة. لحقلك شو الموضوع? نحنا ما عم نحكي عن الربح المادي. ما عم نحكي عن المسيحات بالارض. عم نحكي اول شي العقيدة الاسرائيليين كسر تلنت ورمم. شغل تاني هادا التوغل هادا الخسارة قالوا لحقلك لا. لانه نحنا في عنا غزة تحت الارض. عم يطلعوا المقاومين الفلسطينيين من بين اجريهم للعسكرية. من بين الدبابات عم بيطلعوا. وكل يوم. اشباح. في احد الزباط اليوم مسرح. قال نحنا عم نحارب اشباح. كل يوم اسرائيل عنده اقل شي عشر دبابات عم تتدمر. اقل شي. كل يوم كل يوم تسمع انه في عندهم عشر دبابات. وفي مشاهد لسه مش مش اشعار عم نحكيها ولا عاطفة. في مشاهد عم تنعرض الدال والملفت. هو انه المقاوم الفلسطيني بس عم يطلع من قلب الدشمة. من قلب النفق. عم تكون الدباب بعيدة عنه انتار. سفر. وهو شكله شو لابس? لابسة جينز على تيشارت. مش انه لابس عتاد عسكري. لا لا ولا كاسك ولا شيء ولا شيء. مش فرعني معه. وهي دا السلاح اللي صنعته اه مقاومة فلسطينية اللي اسمه الياسين اللي عياره مئة وخمسة مليماتر. هيدا سلاح طلع فعال وحقه ميتين دولار. عم بيدمر دبابة حق ملايين دولارات. حق ملايين دولارات. هادي الخسارة. لصة مش بس قصة ازا كم متر فاتت اسرائيل. اسرائيل فاتت على شمال غزة. عملت غلاف من المالة الشمالية الشرقية والمالة الشمالية الغربية. واخدت الخط اسمه صلاح الدين لذي يفصل الشمال عن الجنوب. ولكن عم بيطلعونهم المقاومين من قلب الارض. مش بس هيك. كل الابني التي دمرتها اسرائيل تستعملها المقاومة كانطلاق لعمليات. لانه وقت تمرق الدبابة من حد ابني مدمرة. بقلبة عم يطلع فيه بقلبة مقاومين خبايين بقلبة وعملين لكمان. فصارت هايدي الابني المهدمة اللي هدمتها اسرائيل بواسطة الطائرات والصواريخ. عم بيستعملوها المقاومين لضرب التقدم الاسرائيلي. نحن عنا كل يوم كل يوم فيه مينموم عشر دبابات عم تتدمر للاسرائيليين. طيب مين بيكون في ربح وخسارة ولا لا. بالخسائر البشرية كمان يقال انه الخسائر الغزة كتيري. بالنساء بالاطفال بالمدنيين بالمستشفيات بالمؤسسات الاجتماعية الى اخره. بينما بتشوف الاسرائيلي يعني برحة عم بيعلن الاسرائيلي انه صار تلتمية وتسعة واربعين جندة اسرائيلي فقط لحد هلأ من منزو سبعة اكتوبر. بس ازا من روح ابعد متشوف الاعلام الاسرائيلي بيحكي عن تكدس الجسامين بالمستشفيات الاسرائيلية. بينما الاعلان بس رقم تلتمية وتسعة واربعين ازا من غلطاني ازا. شو شي قرأتك لهيدا الموضوع. تقديري اه الى حد الجزم انه عندهم خسائر اكتر بكتير ما هني عم بيعلنوا عنها. ومنعا لانهيار المعنوي عند جيشهم وعند شعبهم ما عم بيعلنوا عنها بشكل مزبوط. اما بالنسبة للخسائر الشعب الفلسطيني. اه المقاومة الفلسطينية عم تقتل عسكر. اسرائيل عم تقتل مدنيين. اطفال ونساء وعم تدمر بناء تحتية. البناء التحتية تدميرها لو استتردت شوية معلاه. البناء التحتية تدميرها له هدف اه بعيد المدى. وهو انه عندما تنتهي الحرب هايدي السكان وين بده تسكن? بده تهجر. فازان هنوي كان فيه مخطط سابقا ما قبل عملية سبعة تشرين. فيه مخطط عند الاسرائيلية على ايام حسن مبارك. تهجير فلسطينية غزة الى صحراء سناء وتفريغ آآ آآ غزة من سكانها. لانه في مشروع يقال انه في مشروع لانشاء قناة على غرار قناة السويس. بده يسموها قناة بن جوريون. آآ وعفكرة هيدي مش لمصلحة مصر كمال. لان وقت بتصير عندي قناة. طبعا منافسة. منافسة. ويمكن بتقبرها كماش. فالمشروع تبع تهجير غزة آآ منوش جديد. مش لانه سبعة تشرين. هيدا المشروع معمول من زمان. واجت الفرصة لانه ان عملت هاي العملية. فاسرائيل ما يعني ما عمت آآ آآ توفر ولا فرصة انه تدمر قدمة فيها من الابنية وتأتل قدمة فيها من البشر. آآ آآ لحتى توصل لمحل انه بكرة باستخلص الحرب هيدا العالم وبدا تروح. بس انا باكد. يعني ممنوع اعادة الاعمار. ممنوع اعادة السكان. ممنوع آآ آآ يكون فيه غزة بالاساس. لكن بدك الحقيقة. هيدا المشروع. صحيح. بدك الحقيقة آآ بعيدا عن الشعر والعاطفة. ازهر الشعب الفلسطيني في غزة انه شعب جمبار جدا. وانه مقاوم ومكافح. وقت اللي بتشوفي كزا مشهد طالع شاب من تحت من تحت الرماد ورافع علامة النصر. بتجي بتلاقي مرة آآ يعني التياب عليها مخزقين وكلها غبرة وطالع من تحت الرماد عم تغني غنيت آآ آآ موت. لا غنيت آآ تبعيت آآ مل حمزان آآ من هوم مش مل حمزان. آآ ما بعرف. آآ جوزيف عاطية. جوزيف عاطية. من هوم ما ما منفل. مسلا. نعم. هادي ختيارة شو بعد عندها من عمره. فأزان المعنويات اللي عند الشعب الفلسطيني. انا بأكد لك. انا بأكد لك. بس تخلص الحرب الفلسطيني لا هيقعد على على دم على دمار بيته. حينصب شادر ويقعد. ما يفكروا انه هيفل. آآ بد اضيف آآ ازا بتسمح عميد. آآ شوف الطفلة اليوم عم بيحكي بفتكر فيلسوف. حكيم. عاقل من العقلاء. ما ممكن ترجم الكلام اللي قالوا له هالطفل. عم بيحكي فيديو صغير لا يتعدى دقيقة. عم بيحكي عن البطولة. نحنا قدي بعد عن غزة عم نشوفه. ومعنوياتنا منهارة. قلبنا عليهم. خوفنا الى اخره. عم بيحكي بعنفوان ما ممكن يمرق براسنا. وقال جملة. لي معه الله لو العالم كله عليه. ما مليسي. هيدا. هيدا الايمان. هيدا الايمان والرجل موجود عنده. ما بفتكر يعني قديش بدي يكون فيها عقيدة عند الجيش الاسرائيلي. بده يسيطر على لبنان على غزة على العالم العربي. بس ما فكر انه الله معه. ما هو ما فكر. الله عطا الارض للاسرائيلي. هو هيك منفكر مشان يخدها. بس وقتها الواحد يفكر انه الله معه. قديش مهمة. قديش عظيمة الشغلة. انا رح بعطيكي مشهدان. يؤكدان العقيدة وتكمش بالارض من قبل الشعب الفلسطيني. والصمود. اه الصمود. ومش بس هيك الاسرار على البقاء. اه قد ما كان الانسان في حدا ملقنو انه شو بدي يحكي على الكاميرا. نحنا عم نشوف. بكزا بكل يوم. كل يوم. بتلاقي مسلا اجي جي تسرائيل دمرت بنايه. وهجمت العالم بلشت عم تشتغل لك شاعد لتساعد للانقاذ. بتلاقي مسلا وصل باي مسعف او كان اه 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 اعلامة مثل دحدوها مثلا يعني قد ما كان معلم شو بدي يحكي بس يجي يلاقي عائلته كلها مصفين له إياها تحت الرماد ما بيقدر يمثل إنه هو صامد وما رح يترك ما بيقدر يقول في ده فلسطين إذا بيشوف إنه عنده ثلاثة أولاد ومرته وإمه وبيه وكلهم تحت الركام ميتين وهذا وبيشوف ابن إيده طالع من بين الركام مهما كان مهما كان عم يمثل ما بيقدر يمثل بهاك لحظة ويعبر بشكل كاذب إنه مش من قلبه طالع خبرية في داكي فلسطين وحسبي الله هو نعم الوكيل هؤالكلمات ما بيقدروا يطلع طلعهم تمثيل لأنه هاو دي من الواقع بهول الصدمة أول الصدمة بتخدي أصدق شعور عند الشخص هادي واحد اثنان بتطلع بتلاقي إنه كل الشعب الفلسطيني بس يصير في أي دمار لأي مبنى بتلاقي على الدمار 200-300 شخص كله عم بيحفر خلي بدي أعطي مثل خلي تكون بالمقلب الأخر بدي يفترض إنه في بنية عند الإسرائيلية هابطة بتلاقي شي واحد عم يساعد ولا حدها بيهربوا فيديو عبود الشعير شفتي عبود عبود والبراد أهم شيء والبراد مباري عبود عم بيقول نحن بنهجم بنزل الصاروخ بنهجم انتجاه الصاروخ هن بيهربوا ع الملاجر هيدا الفرق هيدا أصغر مراسل وبتلاقي ثواني من بعد ضرب المبنى وإنهياره بتلاقي ثواني تجمع 200-300 شخص عم بيحفروا مش حاسبين حساب ممكن تيجي إسرائيل تجاه تضرب مرة تاني ما عطيين انتباه والطيران فوقهم هيدا التشبس بالأرض هيدا العقيدة هيدا الإيمان بإنه مرحي في اللوان بأكد بك مهما دم مريد إسرائيل الشعب الغزاوي ما هتبقى منه اللي حينصب خيمة حرام فوق دمار بيته نعم فينا نروح عسكريا أكتر عميد بالعسكر اليوم شو فينا نسمي العملية التوغل اللي عم تصير مع العدو ومرغم التحفز على خسائره للعدو يعني شو أنجزت اليوم هيدا هيدا العملية وشو حدود انه توصل أقصى درجات حدود توصل وإذا كان النفس الطويل رحنا عم بينحكي عن أشهر وسنوات للقضاء نهائيا على غزة نعم ممكن يقضوا على غزة وما يقضوا على حماس كمان إذا في غزة في الأسفل يعني نعم بدك تشوفي بالأول هدف الغزو البري لغزة اللي حططه الحكومة الإسرائيلية على رأس ناتانياهو شو كان هدفه يعني كل حرب إلا هدف يعني مثلا في هدف الأول وقتاني الهدف الأساسي حسب ما قال القضاء على حماس القضاء على حماس مش هيك؟ نعم طيب كل شي عمله قضاء قضاء عم بيقضي على الحجر وكل شي عمله القضاء على الأطفال والنساء وعم بيضرب المستشفيات والمساجد والكنائس هذا كل شي عم بيعمله أما على الأرض لكن وين متقدم شمال غرب غزة وشمال شرق غزة مناطق مفتوحة والفاصل الخط صلاح الدين الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها ما بينه وما بين شمال غزة هذه أرض سهلية فيها كلها بستين يعني ما عمل إنجاز ما عمل إنجاز أبدا ما عمل إنجاز بالسيطة على مناطق مفتوحة كل يوم بيزيد بالحرب خسارة لإسرائيل وربح للمقاومة هلأ أنا أعتقد وحسب أما مش أعتقد صار واضحة الغرب عاطي لإسرائيل مهلة معينة للقضاء على ما بقدر إليك أدي بس كله يتعلق بالضغط العالمي والرأي العام العالمي على أمريكا وعلى المجتمعات كلها سواء المظاهرات اللي عم تصير إنه نحنا صارنا هلأ من سبعة تشرين كل يوم عنا تليفزيون عم بيفرجينا لايف أدي في مجازر أربعة وثلاثين يوم لليوم ولكن شو اللي صار معنا كإنسان موجود على الكرة الأرضية لك شو صار معنا شفنا مجزرة مستشفى المعمداني أربعمائة شتاء شهيد فلسطيني نسينا بدي قول تلاتمئة هلأ من بلغين بالرأم بيوتقول إسرائيل طيب تلاتمئة هلأ خلي إسرائيل تيجي تضرب مبنى إليك خمسين شهيد فلسطيني عاد بتلاقيها عادة صار الرأم عادة صار كل يوم عم نشوف شهده فلسطينيين بالعشرات ومن الإعادة لأنه في مرحلة من المراحل شفنا أنه أكبر مجزرة أربعمائة تلاتمئة شخص فإذا هذا كان الهدف من ضربة المستشفى والأضرب من هاك ضربوا المستشفى وتهموا الفلسطيني فيها تبتقنيا بعد ما شفنا لا تحقيق دولي ما بيصير تحقيق دولي عنا مثل شيرين أبو عقلي شيرين أبو عقلي ما قتلوها أمريكا ما عطت ولا تعليق ولا ثبتت أنه إسرائيل قاتل شهيد معنمية تحمل الجنسية الأمريكية مش مهم بالنسبة للأمر كان بدهم دي اناي وبدهم الفحوصات وبدهم الفيديوهات وبدهم تحقيق شفاف ليتأكدوا أنه إسرائيل قنص يتشيرين أبو عقلي بينما ضرب المستشفى على الطريق كان بعده بايدن جاي على تل أبيب وغطب المطار قال هادي الفلسطيني هن ضربين وشو قال عنه شو عبر عنه الانفجار شوف التعبير بس عميد كمان فيه ثوابق لأمريكان أكبر مسؤولين أمريكان قالوا صارت فيه دبح لأطفال إسرائيليين رجعوا ارتزلوا يعني صارت أنه شو بيقلهم الإسرائيلي يتبنون بيقلهم يا الإسرائيلي على الأمير خبريتان خبريتان كازبين على الأكيد هن خبريت ضرب المستشفى واتهام الجهاد الإسلامي فيها وخبريت أنه المقاومة وقت الفاتت على شريط غزة على وعملتها العملية لأطللت أطفال قتشرت لنروسهم واقتصبت نساء مش هك؟ هادي الخبريتان اللي بسوهم بالإعلام الإسرائيلي وبلش الإعلام الغربي يحكي فيها إسرائيل لكن وين النجاسة؟ النجاسة هي أنه إسرائيل عارفة أنه محدة مصدقة وعارفة أنه ولا وسيلة إعلامية مصدقة وعارفة أنه ولا رأي عام عالمي مصدقة بس عم بيتصرف وهني عم بيقولوا للعالم بنعرف نحنا أنه أنتم مش مصدقينها بس نحنا بديوصير التصرف على الأساس مش مصدقيني مزبوط أنا بعرف أنكم مش مصدقيني بس هاك بنشتغل تتصرفوا على أساس أنه نحنا ضحايا وبس هاك على هيدا الأساس الـ CNN معهم والفوكس نيوز معهم أهم محطات بالإعلام بيبيسي كلها معهم أهم شي الإعلام معهم هذا أهم شي وبعدين لحظة لحظة المزعج وقت اللي عم يستقبلوا ضيوف عرب الـ CNN والبيبيسي وا 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 أول سؤال شوه؟ هل تدين حماس؟ بغري هاك؟ هل تدين حماس؟ لشي بلشت بسبعة؟ لشي بلشت بسبعة تشرين القصة بتعب شو لازم يكون السؤال بدل ما يكون السؤال كل العالم عم تدين حماس حتى المجتمع العربي نوخي شو بدك بالشغلي في الطبال فوطي عملت عملية منيحة هاك دمروا لك غزة طب منيحة هلأ صاروا عشر تلاف خمسمة شاية معنى اللوم هلأ علاقة هاك العالم عم تحكي لا ورحوا أكتر على عادلة المؤامرة عميدة شهادي شو عم بقولوا متأامرة حماس مع إسرائيل انه تفتعل هذا اليوم وإسرائيل ترد وتسيطر على غزة نعم يعني وتدمير غزة هو بالتنسيق بين حماس وبين أنا اللي ما قالت هاي صحيح أنا الفكرة اللي بدي وصلها انه بما معنى انه يا خي انت لاي لتواعي الوحش طب منيحة انه طب ايه شو استفد خطفت بتان واربعين اسرائيلي وقتلت ما بعرف الف واربعمائة واحد اسرائيلي طب ايه منيحة هاك صاروا عشر تلاف خمسمائة شهيد عندك ونص غزة صارت مدمرة هذا السؤال يجب ليس ليس هذا يجب ليس ديس بيكون سؤال السؤال لازم يكون هاك بدك يا اسرائيل صلك من سنة ٧٨٢ ماتخض الشعب وعم تقتلي وعم ومانعي الهوة عنه خرجك يصير فيك هاك هاك لازم يكون السؤال هاك لازم يكون السؤال مش سؤال حتى الاعلام اللبناني ما رح يسأل هاد السؤال نعم لازم يكون السؤال لاسرائيل طيب أنت صلك من سنة 48 تتهضي هالعالم وعملولك سنة 2002 كان في جامعة قمة عربية في بيروت عطوكي مبادرة وضربتها عدر الحائط وياسر عرفية عمل مضى سلام معيك لحد هلأ من سنة 2002 لليوم لحد هلأ ما عطيتيهم دولي لها الجماعة كيف هاك عم تعمل فيهم طيب بدي سألك سؤال مشاهد اقتحام مسجد الأقصى كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم والاعتداء على المصلين والاستفزازات عم يعملوها ساعة الوزير برورها والبسط على المسيحيين والبسط على المسيحيين هذه الغطرصة فأزا لازم العالم يقول هذه نتيجة أعمالك يا إسرائيل صار عليك هذه العملية مش بيقولوا لحماس لا عملت هاك هاك نيحاك لك شو صار فيك معاكس القصة المعادلة غلط والسؤال غلط تكلفة العملية تابع حماس مكلفة جدا ولكن مكلفة بشو مكلفة بالأرواح 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 نحن عاش تلف خمسمائة شايد وبعد في مدري كم شاهد تحت الركام وفي دمار شامل في تبنى تحتية كل الدمار صحيح ولكن هذا هذا الهتمن قصة فلسطين كانت عم تنتسأ إذا بتتذكري وصلنا لمرحلة ما بأحد أزاك فلسطين كان فيه آخر أسبوعين ثلاثة ووحكيت مع أحد الزملاء وقلت له بوقتها قلت له فيك تقلي الغطرصة الإسرائيلية بالفترة الأخيرة بالاعتقالات بالعمليات بالاقتحامات يعني كان كل يوم كل يوم فيه عملية بعمق الفلسطيني قال لي الشعب الفلسطيني تعود بتذكر قال لي هيك وتصارت قلت له لا طلعا ما تعود طلعا انتفض لكرامته صحيح طلعا انتفض لكرامته الانتفاضة هذي من كل فيه نحن كلنا لاحظة هلأ بعدها ما نتغنى ثورة المليون شهيد عند الجزائر جزائر طبعا كل ثورة إلى تكلفة الإنسان قلوه سعر لانه أنا بسمع صرت بالإعلام انه العالم عم تحكي عن شهداء فلسطين وكأنه أرقام لا مانون أرقام قلوهم قيمة والطفل الفلسطيني قلوهم قصص وخبريات وكيان لحتى انت اللي تشيلها الغبن عنك اللي صار له من سنة 8 أورو واحد اجي يحتللك أرضك وقلعك من أرضك وحيرمك من حوقك وقعد عم يزركك عم يزركك وكل يوم بيقتلك ضليني ضليني وين فيه أنون بيقول بتهدملوا بيت أهله ضليني بالكون وين فيها الأنون أنون الإسرائيلي ما بيصير لحدها صاروا مدمرين كمبات من ورها الشغلات هذه كلما لقطوا حدا ضرب حجر بتلاقي همار همار لك الشجر الزيتون اللي عمروا ألف سنة هذه أكتر أكتر شي يمكن أهوال لهم يقبعوا البشر والأصعب يقبعوا الشجر لأن الزيتون الزورة تحت صحيح والزيتوني وراتي من عائلة لعائلة صحيح يعني هني هاي دي لبيت فلان ولبيت فلان هيدا أكيد من ستمائة سنة موجود هون من عمر الزيتوني موجود هون مش متلك أنت جاي إسرائيل مجرمة بحق البشر والحجر وشجر عميد بالعسكر لوين رايحة إسرائيل يعني هلأ العملية خلينا أقول فشلت يعني متل ما هم تقول فشلت لك شو ما مصير إنو التواغول قدي بدأ بعد تتواغل خسائر مستمرة ما رح تنزل عن الشجرة قلت لي لأنو أمريكا والغرب عطيها مهلة قديها المهلة ما بنعرف شو هي بس شو اللبي بيغير المعادلة كلها لك شو حيصير اللي عم بيصير إنو في عنا رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو عندو مشاكل قضائية بإسرائيل وعندو محاكمات وعندو هاي العملية اللي صارت برهنت إنو في تقصير وفي حسابات فهو ليحاول إنو واتكبر الهدف وقال إنو القضاء على حماس بها العملية وقتبلش فيها إذا بتتذكري من أول يومان قال نحن نسعى لتغيير الخطة طابعتنا لأنو فشلت وما زالت تفشل وما زال الخسائر يتتكبدها إسرائيل من ناحية الأرواح والمعدات كل يوم عنده عشر دبابات لطنعشر دبابة عم بيروحوا وفي قلبها جنود عم بيحترقوا وعم بيفحموا مش إنو خيالله يعني فلما لقى نتنياهو إنو خبريته فشلت بلش يتحركش عنا بلبنان صار مثلا ضرب عنا السيارة اللي فيها أربع بنان الصبايا شهداء عم بيأعتقد يعني تحليلي أنا بيقول إنو هو عم بيجرر حزب الله صوب التدخل المباشر بالمعركة ليش؟ ليجبر أمريكا تدخل ليجبر أمريكا تدخل لأنهو فشل بغزة ما بي عنده شي يعمله هلأ بدي اسأل سؤال مش هلأ عملنا بدي تيجي قريبا يعمله هدنة مش هيعمله هدنة بدي افترد إنو طيب وبعدين يعني صرت مقتل عش تلف خمسمية شهيد فلسطيني صرت مدمر شو النتيجة فرجينا إنك أسرت عناصر من المقاومة الفلسطينية فرجينا إنو في مركز للمقاومة فلسطينية أخدتوا لك شو لأينا زقيرة بقلبه ما في شي ما في عنده ربح ما في عنده شي ملموس ربح ميدانية ربح ميدانية إلا عم بيفرجينا مجازر بالأطفال وبناية مهدمة ومستشفات عم تنضرب وكنائس ومساجد هذا اللي عم بيعمله آخر شي حيقول له الغرب إنو تعالق لك حبيبي خلص خلصنا عطيناك مهلة وما بقى تثبط واقف هون وتعلن تفاوض رسمية للخبرية حتصير بالآخر بتوقف المعركة تفاوض على الأسرة وهون القصة التمن سوف يكون باهز جدا بالنسبة لتبادل الأسرة لأنه يجب المقاومة الفلسطينية بعد ما أن خسرت عشر تلاف وخمسمائة شهيد والدمر يتنص غزة على رؤوس أصحابه لازم السجون الإسرائيلية تتفرع كليا من المعتقلين الفلسطينيين ما لازم يقبلوا أقل من هيك هلأ اللي بيأكل العصر مش متل بيعدة حسب ما بيقول المثل بس أنا برأيي الشعب الفلسطيني طالما عانى هالمعاناة هايدي وطالما المجازر بحقه صارت كبيري ما في شي يخسر شو بعت فيه يعني شو بعت فيه شي يخسره لازم المقاومة الفلسطينية ما تقبل بمقايدة إلا بتفريغ السجون الإسرائيلية من كافة المعتقلين الفلسطينيين وما يقبلوا أقل من هيك أبدا هلأ الهدنة إلى سعرها هي مش لإسرائيل هي للدول اللي عندها أسرق الأجانب الأجانب بتكون هي المقاومة عمت كارم الدول اللي عندهم هاي الجنسيات هايدي مش لإسرائيل بكرة بنوصل لمحل في عندك عدد كبير من العسكريين الإسرائيليين وبيرتبع في منهم بيرتبع عالية هاودي تمنوا غالي جدا إذا بتتذكري نحنا بدلنا أشلاء بصح بعد 2006 نعم نتذكر هيدا الشي هيدا المشهد هو بفلسطين بغزة وعم بتقول إنه ما حتتغير كتير المعادلة يعني رح نروح إلى تفاوض أسرة لعودة إلى حل الدولتين لأنه الواضح حتى الفلسطيني اليوم ما بقى بهمه حل الدولتين الأمر كان عنده انتخابات وبدو شوف كيف يستثمر عند العرب الانتخابات بين الديمقراطيين والجمهوريين وعند اليهود كمان عندهم الديمقراطيين والجمهوريين كل واحد بدو يشوف بالانتخابات بأوروبا ذات الشي كل واحد بدو يرضي الشركات أول شي اليهودية إلى آخره هيدا المشهد كله معقد لهالدرجة من روح إلى لبنان المشهد اللبناني فيه ساحة مفتوحة بلبنان وقلت ذكرت شيء إنه نتنياهو عم بجر لبنان والحزب بلبنان تيروح إلى مواجهة تكون مواجهة بالأمريكاني والحزب هل لأنه هدد السيد نصر الله وجه كلامه مباشرة إلى الأمريكان عم بتبني على هيدا الشيء أو لأنه الأمريكاني صار غرقان لدرجة إنه ما بينفصل بالمعركة عنه عن الإسرائيل بداية المقاومة تدخلت أصلا المقاومة حاليا متدخلة في الحرب وفي ضوابط معينة عم تستعمل المقاومة وفي حسابات معينة دقيقة جدا لرفع وطيرة المعارك ما بين المقاومة والإسرائيلية في جبهة عنا بجنوب لبنان في حسابات دقيقة عم تنعمل هلأ استهداف المقاومة للإسرائيلية بالمراكز تبعها وضرب المراكز وشفتنا كمان من يومين وصلوا ضربوا حيفا وضربوا عكا ومن بعد قال خرجنا عن قواعد الاشتباك صحيح هذا أدى إلى إشغال طلت الجيش الإسرائيلية على الجبهة الشمالية هذا له وظيفة واحد اثنان وتيرة تصاعد وتيرة الاشتباك ما بين المقاومة وإسرائيل في جنوب لبنان له علاقة بشغلتان له علاقة بسير المعركة بغزة لون بدأ توصل له علاقة بردة فعل إسرائيلي بلبنان يعني شغلة مثل اللي عملوها مع ضرب الأطفال المدنيين عنا في لبنان الشهداء الأربع بنات اللي ماتوا مع ستهم شغلات مثل هذه تؤدي إلى رفع وطيرة المعركة في جنوب لبنان وإلى تعميق القصف المقاومي للأراضي الإسرائيل لأنه المدني بالمدني ما في مجال مش بس هيك المدني بالمدني نحن الإسرائيلي عم يفرجينا بهالحرب يعني لو استطردت وطلعت عن الموضوع عم يفرجينا بهالحرب أنه رحله 1400 أتيل الإسرائيلي صار مقتل عشر تلاف وخمسمائة شهيد فلسطيني يعني هو عم يفرجينا أنه أنه كل واحد عنا حقه عشرة من عندكم هذا اللي عم يفرجينا هي هذا اللي عم يفرجينا مع أنه لا تقارن بالشكل أبدا أنت عم تقاطل أطفال وعم تدمر طيب فأزا اللي عم يصيرها أنها بجنوب لبنان وطيرة المناوشات اللي عم تصير بلبنان الحرب اللي عم تصير عندنا بلبنان هي تتققلها علاقة بشغلتين بسار المعارك بغزة أولاً وتانياً ردت فعل الإسرائيلي عندنا بلبنان شفنا كمان هو حتى الإسرائيلي عمق قصفه ضرب تقريباً صوب النبطية ضرب بمحلات عميقة بطلت ساعتها في كمان بخراج جزين صحيح فهذا كله بيخلي الأمور تتصعد هلأ الأمر كان له مصلح يتدخل لا أقول لك شو عواقب غير أنه السيد هدد أنه أنا عندي مجهز حالي للبوارج هل صحيح الفيديو اللي انتشر أنه فجوا الصواريخ أنا بقول لك شغلي بدون الصواريخ ما بدي يسمي ولا بدي أعمل شي اللي بقول لك في مفاجآت عند المقاومة في لبنان سوف تدهش كل من سوف يجرؤ على أنه يعمل حرب في لبنان ولكن بغض النظر عن هاي دي وبيغض النظر عن استعداد المقاومة للتصدي للأمريكان وبارجيتها أمريكا عندها مليون حساب إذا بتشارك وهي أمريكا عندها كثير قواعد بالشراء الأوسط عندها بعراق قواعد عندها بسوريا قواعد عندها بارجيت بالبحر الأحمر عندها بارجيت بالبحر المتوسط كله هذا بمتناول الصواريخ المحور المقاومة اللي بالعراق واللي بسوريا واللي بالجولان واللي باليمن اليمن الدخلي فالبارجي اللي مرأ بالبحر الأحمر على مرمى إيران المقاومة اليمنية الحسيين موجودين وعندها صواريخ مبارحة أسخطت طائرة مسيرة بالعراق عم نشوف أنه كثير قواعد الأمريكية عم تتعرض لصواريخ فإذا أمريكا إذا بدأت دخل حتتعرض قواعدها للقصف واحد اثنان بس قدي بدأت ضل صامرة كمان هاي واحد اثنان دخول أمريكا مباشرة في الحرب سوف يستجلب دخول دول أخرى مثل الصين وروسية وإيران وتركيا حتى هاودي بدأت تحسب لهم حساب لأنه وقت الأمريكا بتتدخل سوف تستجلب تدخل دول أخرى فإذا القصة مش بس إذا المقاومة في لبنان مجهزة حالة للتصدي للبوارج الأمريكية بس أنا بدأت اسألك سؤال حاليا نحن عنا معركة ما بين المقاومة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي وفي برجات أمريكية بالبحر المتوسط بالبحر الأعمار شو عملوا لهم هني عبقولوا للردع هني اللي ردع عدم توسع الحرب عدم توسع هني عم بقولوا هيك أنا شو بهرفنا شو ممكن يعملوا صحيح بس بعرف أنا وقت أجلت الموارج على لبنان على القليلة نحن عم نحكي عن تدخل أمريكا مباشر إذا تدخلت أمريكا مباشرة يعني كل قواعدة في الشرق الأوسط معرضة للضرب للقصف بلاس سوف تستجلب تدخل دول أخرى بشكل أو بآخر ما في مجال نعم طيب رح أرجع على الجنوب حضرتك قالت أنه فيه إشغال للجبهة للخافة في التوتر والضغط على غزة لكن البعض بقول أنه هذا الإشغال مكلف على لبنان مكلف بكل المعايير وخاصة سقط شهداء كتير عددهم وضاربت المعلومات يعني البعض عم يسعد أنه بكل حرب تموز ما سقط ربما العدد هل أدي عند المقاومة هل هناك الاستخبارات الأمريكية اشتغلت؟ هل هناك تكتيك كان خطأ؟ بالعسكر كيف تقرأ عميد؟ دعني أقول شو السبب سقط للمقاومة هذا العدد من الشهداء في جنوب لبنان كان في عنا أول شي جبهة بجنوب لبنان طولة مئة واربعة وعشرين كيلومتر لما زرع الشبعة عندك مئة كيلومتر من البحر للوزانة ينتشر عليها المقاومة فهوضي المئة وعشرين كيلومتر كانت عمق الجبهة أول شي بين اثنان والخمس كيلومتر فإذا لدينا تقريبا مئة كيلومتر طول الجبهة بعمق اثنان لخمس كيلومتر كان كل خمس كيلومتر فوق مسيارتان تجسس إسرائيلية أربعة وعشرين على أربعة وعشرين يتناوبوا في عندك كان لسي معالجة المسيارات قبل في عندك أنت طيارة مسيارة للإسرائيلية أرماس وتاني بتطير خمسين ساعة بجو وكانت هذه الطائرات دايما فوق سماء جنوب لبنان أربعة وعشرين على أربعة وعشرين كانوا المقاومين يطلعوا ياخدوا مركز ويدربوا الكورنات على الدبابة تكون شافته كشفته الطيارة التجسس السرائيلية وهي محملة أسلحة كمان المقاومة اتخذت إجراءات وتدابير جديدة لما شايفت أنه عم بيروح لخسائر ومتل ما هيك شايفة هلأ الخسائر خفت كتير كتير عم بيطلع عنا ممكن يوم باليوم واحد أو اثنين شهداء بس بالأول كان عم بيطلع عنا بالعجم خمسة ستة للعشرة فإذا السبب أنه كان بالأول طبعا هلأ عم تساعد أمريكا طبعا عم تساعد أمريكا بيطارد التجسس بالأقمار الصناعية وعفكرة بدي أحكي شغلي أنا كتير مهمة لأنه كتير استهزئ بأنه المقاومة استهدفت العواميد المنتشرة على الحدود اللبنانية على الخط الأزرق هذه منا عواميد لازم يعرف الشعب اللبناني أنه كل عمود على تجهيزات تنصت وتمراقبة وتجسس حق مليارات الدولارات متصلة بالأقمار الاصطناعية كاميرات مراقبة دقيقة وحديثة وكاميرات زكية شو إمتها هيدا شو إمتها هيدا مليارات الدولارات حقها هيدا بالمال وبالنسبة صارت عمية بدي أقول لك شغلي كل الجنوب كل الجنوب تحت مرمى تنصت الجيش الإسرائيلي بواسط هودي العواميد اللي عم نحكي عم يعني كل المخابرات اللي عم تصير لمسافة معينة يعني بكرا منعمل حلقة زبدك عن تقنيات الموجودة على الحدود هل صحيح أنه هيدا أجهزة التنصت والرصد توصل لحدود العراق إيران لا مكاترين واصلي لشواطئ تركية لآخر ترطوس لشواطئ تركية وبعدين إذا بتتذكري في كتير محلات المقاومة والجيش اللبناني عسروا في جبال لبنان بالبروك على هودي موصولين بهودي العواميد يمكن يكون هلأ فيه كمانا أجهزة تنصت مزروعة بالأراضي اللبنانية هاودي العواميد موصولين بالساتيليتات موصولين بالساتيليتات يعني اللي بدي أقولك فإذا استهداف العواميد ما أنه عمود حديد هيدا علاية تجهزات تنصت ورادارات ليلية ورادارات ضد الأشخاص ورادارات حرارية وكاميرات ذكية وأجهزة تنصت وأجهزة متقدمة جدا كلها سواء هادي ضربطها المقاومة بنسبة 80% حتى الأستاذ هاق والسخري راح لمرحلة أنه نزلوا العمود كله ليش خيئ يعني لا هو عم ينزل التجهيزات لعلى العمود إذا بتشوفي أول شيء لا لا أنا عم بحكي لانتقد صحيح ولتمسخط فما يستخف بخبرية استهداف العواميد لأنه إسرائيل صارت عمية ومشين هيك كسفت أنه تطلع تستعيد عنها بطائرات المسيرة ولبل كمان فرجته كمان المقاومة أنه عندها أسلحة مضادة للطائرات وأسقطت أكتر من المسيرة فكمان صار في عنده عمل إسرائيلي من ناحية المراقبة مش بس هيك في كتير مراكز على الحدود على الحدود تقريبا عندنا بـ 62 مركز الإسرائيلية صار مفرغ منهم فاضي نسبة كبيرة هذا دليل على الخوف تبعهم وهذه صارت صغرات بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبالنسبة للمقاومة صارت نقطة قوة أنه صار في عندنا مراكز على الحدود مع لبنان صارت فاضي في منهم بيجوا بيقعدوا فيهم بالنهار بيجاب تركون بالليل في منهم بالعكس بس في مراكز صارت فاضية فرغت لأنه عم تستهدف من قبل المقاومة فأزا ما بقى في هالمسك الأرض بالنسبة للعدو الصهيوني عندنا بيجنوب لبنان صار في عندهم خلل تراجعوا إلى الخلف كل يوم بهددونا هاني تراجعوا إلى الخلف هاي خبرية العصر الحجري صارت مثل غنية عندهم يعني العصر الحجري ممكن في القصة على الجميع مش بس على جميع بس ذكرت حضرتك عميد أنه نتنياهو بحب يروح إلى مواجهة مع لبنان لأنه بدو جغل الأمريكاني بدو جغل الأمريكان مصلحته ليطلع من المغزق يعملها حرب إقليمية وشو بيطلع بطل يعني؟ مش بيطلع 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 بيطلس هو من البيبطل هو خسران بيطلع هذا غيره خسران بيطلع هذا بيطلع والله إذا خسرت ساعتها بصير المحوره كله خسران وهي المحور اللي هون هو الربحان والعكس صحيح عندي بعد أربع دقايق من اللقاء بس بدي شوف شو حدود المواجهة بالجنوب اللبنان قلت إن شاء الله ما تعمل عمل أحمق أحمق جديد إسرائيل باستهداف المدنية مع أنه استهدفت الزميلنا عيسام عبد الله استهدفت موسنين بالشبعة استهدفت الرعيين استهدفت الطفل على الدراجة النارية الدراجة الهوائية كان فيه وزروتها كان الشهيدات الأربعة يعني شو بعد قادرة تعمل وكل الليلة بيطلع بالها فيه وقت معين بالليل كأنه بدون يتسلوا الإسرائيلية ما عندك من الساعة تسعة للساعة 11-12 وحدة تعنيفة هيدا توقيت بالعسكر شو معناته أنا معلوماتي قبل التوقيت بالعسكر أنا معلوماتي بتقول حسب المعطيات اللي عندي إنه من بعد ما هني استهدفوا المدنيين واللي اتدعوا بوقتها هني مفكرين مسلحين يعني تعالي لنشوف بدي اسأل سؤال بدي افترض أنه على طريق عيناتها في سيارة فيها أربع شباب معهم سلح هلأ أنت جاي من إسرائيل بطيارة التجسسة بالطيارة المسيرة لتستهدف أربع شباب بسيارة وعندك على حدود مقاتلين عم بيضربوك بالكورنت وبالصوريخ يعني أنت فاضي بس لهؤل أربع لك لك الكذبة هاي عم نحكي فيها شو بياني هيدا هو عم بيعطي حجي كذب هو مهني مبينين أنه هو دي أصد عن أصد استهدف المدنيين صحيح عن أصد استهدف المدنيين مثل ما قلت لك لجر رد فعل من المقاومة يكون كتير قوي يستجلب تدخل الأمريكان هلأ بما أنه ردت المقاومة المدني بالمدني وضربت وأنا لا أعتقد أنه اكتفت المقاومة بس أنا اللي رفته من معلوماتي الخاصة بتقول أنه الإسرائيلي خلص ودى رسالة أنه خلص ما بقى استهدف مدنيين هلأ إذا رجع ارتكب حماقة مثل هذه الحماقة سوف تتصعد وطيرة المعارك في جنوب يبنان إلى أي مدى سوف نصل كله بوقته ومثل ما قال سمحت السيد كله مفتوح كل الاحتمالات مفتوحة ما بنعرفه منوصل كمان ما بنعرف الجبهة الجنوبية كمان بدا يكون وقتها واستمرارتها والاستنزافة عند الإسرائيل الواضح مش الاستنزافة عند المقاومة لأن بما استعملت كل المفاجآت اللي عند المقاومة والأهم من هذا كله عميد السؤال الأبرز الإنزلاق قلت إنه الاستنزافة المدنيين يمكن يكون هو هدف للإنزلاق من جهة المقاومة من الجهة الثانية يعني ضربت حيفا ما شفنا أي أي إنزلاق من قبل العدو كان في ردع لأنه عارفين هني عارفين إنه في حال انزلقت الأمور لهذه المرحلة بدون أصلا هني إسرائيل لا تستطيع أن تدير جبهتين جبهتين ما بتقدر جبهة غزة مش قدرت لبها تفتح جبهة لبنان ولكن هي قلتلك عم تعطي سينيال إشارات للاستجلاب تدخل الأمريكي في جنوب لبنان سؤال بالنوعية الأسلحة المستملة بالجنوب عم نشوف في أصوات غريبة يقال البعض بقول إنه من جهة المقاومة استعملت لأول مرة ساروخ البركان البعض بقول حتى العدو عم بيستعمل إشياء كمان نوعية جديدة من الصواريخ شو دقة هذه المعلومات؟ استعملت المقاومة سلاحين جديد خلال هالفترة اللي ما رأيت هني الطائرات الانتحارية المسيرة اللي اسمها شاهد 136 هادي الشاهد طائرة مسيرة انتحارية هادي لا يمكن صده بدليل إنه وقت الأطلقتها المقاومة على مراكز إسرائيلية أصابت الهدف وما قدرت إسرائيل تصده رجعت استعملت صواريخ بركان صواريخ بركان مديها 10 كم هادي بس مثل إزبادك مسيج للإسرائيلية لأنه في صواريخ كتير أنواع من الصواريخ عند المقاومة لا هو من الصواريخ الغبي في عنا غبي وزكي الغبي معناتها ما بيتوجه بواسط ليزر أو رموت كونترول أو بواسط أشعاط الصاروخ البركان هو مدي 10 كم يحمل متفجرات ما بين 300 كيلو والخمسمائة كيلو جرام متفجرات يعني تخيلي قد يكون الانفجار وهن أطلقوا أربع صواريخ يعني شفنا أصلا بالفيديوهات نتيجة الانفجار قدائها صوته مرعب صوته يعني العصف تبعه عم بيهد الحيطان العصف كيف إذا إجا مثلا بمركز معين للإسرائيلية بيمهدني يعني فإذا كانت وصلت الرسالة وصلت الرسالة طبعا وصلت الرسالة عم نحكي عن صاروخ نحنا يعتبر هذا الخفيف عند المقاوم في صواريخ أكبر بكتير ما فينا نقول عنه عندك معلومات كتير هلأ مش وجه بيهتقول الحقيقة ما ما لا ما خليك كلها كلها مفاجآت تقديرا أو معلومات خلينا نقول تقديرا تقديرا نعم تسمحيلي بدي أنهي بكلمة تفضل أنا بدي أقول أنه حانا أنا الأوان لكي تفهم إسرائيل أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون له دولة وهذه العملية اللي عملتها فلسطين اللي عملوها المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي أحيت قضية فلسطين من جديد وشالتها من السبات العميقة كانت بسبات عميقة بس تخلصها الحرب إسرائيل والعالم كله سوف يسعى لأنه يكون فيه للفلسطينيين دولي هاي من ناحية الفلسطين من ناحية لبنان حانا وأنا الأوان لإسرائيل أن تفهم أنه حدودنا بدنا نستعيد على آخر متر حقوقنا معروفة شو هي لازم نرجع من البيوان لتوصل إلى مزارع الشبعة لازم لبنان يرجع يخضى على آخر بارة ما في مجال ولا يبحثوا شكرا لك العميد المتقاعد مونير شحادي شكرا للزملاء هجوب واكيفورت وشكرا لكل المتابعين عبر صدفان وإلى اللقاء